بعد أن قال الشعب الإيراني كلمته واختار التغيير هل هذا يشي بأن المرحلة المقبلة تفسيره نحو التغيير فعلا؟ بطبيعة الحال السياسة الإيرانية ذات ستراتيجية ثابتة لكن ربما تختلف الأدوات نحن لاحظنا خلال فترات عقب الحكم الإيراني ربما تناوبة بين الإصلاحيين والمحافظين لكن تبقى السياسة الإيرانية ذات السياسة ومن خلال طرح برامج المرشحين ربما تعلقت بملفات أساسية هي تتعلق بالاقتصاد وفي الداخل الإيراني والعلاقات الخارجية فيما يفصل العلاقات الأقليبية والدولية والملف النووي بالتالي ربما أدوات الرئيس أو مجيء رئيس إصلاحي قد يخفف الخناق على الجانب الإيراني هذا من جانب إضافة إلى ذلك أعتقد العلاقات ستكون مع الجانب العراقية تبقى ذات العلاقة منذ السنوات رغم وجود رئيساء إصلاحيين ومحافظين أيضا جاءوا لم نرى خلال فترة حكم الإصلاحيين تغير في طبيعة السياسة الخارجية وإنما التفكير الإيراني خلال السنوات الأخيرة منذ وزير خارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ضريف ومن ثم الوزير خارجية الراحل أيضا كانوا متبنين لبناء علاقات ستراتيجية وبذات مع الدول الأقليمية ومنها إعادة العلاقات مع المحور الأقليمي وبذات دول الأقليمي والعراقية تبقى ذات العلاقة مع الجمهورية الإسلامية ترجمة نانسي قنقر